اشتركوا في القناة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ما سبب الإخراج ما سبب الإخراج أو لتعودن في ملتنا ترك لدين قومهم واتباعهم لدين الحق لعقيدة التوحيد إذن إخراج بسبب العقيدة اضطهاد ديني وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدا وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلث يقول ورقة بن نوفا للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك جلدا أستطيع نصرتك قال أوى مخرجيهم من اليوم الأول مسألة ما في مزح في تحمل أوى مخرجيهم قال نعم ما جاء رسول بمثل ما أتيت به إلا عودي إلا أخرج إلا عودي إذن سبيل الحق الباطل كله بدوا يجتمع عليه حتى يخرجه حتى يخرجه إذن هي معركة بين حق وباطل ماذا فعل أهل الحق؟ أهل الحق في مكة المكرمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة مؤمنة مستضعفة عذبت والطهدت عذبت بالتعطيش وبالضرب وبالجوع وبالإخراج إلى الرمضاء إلى الصحراء وعذبت بالحر والنار ما صرفها ذلك عن دينها أبدا فئة قليلة مستضعفة ثبتت على دين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه وهو في مأمن صلى الله عليه وسلم لمكانته من الله سبحانه ومن عمه أبي طالب كان يحميه ولا يستطيع أن يفعل شيئاً للمسلمين ومن شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومن رحمته بأمته قال صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى أرض الحبشة أول هجرة الهجرة إلى الحبشة عند النجاشة مش هاجروا بس إلى المدينة جربوا الحبشة خرجوا إلى الحبشة خرجوا إلى المدينة حوصروا قطعوا ثبتوا ثبتوا عصمهم الله عز وجل بدينهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً أو ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجاً أو فرجاً مما أنتم فيه إذن فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة شو السبب؟ ما سبب الخروج من الديار؟ لماذا خرجوا من بلادهم؟ لاضطهادهم؟ ما استطاعوا أن يأمنوا على نفسهم وعلى دينهم في مكة؟ ما استطاعوا أن يعبدوا الله عز وجل في مكة؟ خرجوا لأجل ذلك لم تكن هجرة من بلد يعني ظروف سيئة إلى بلد ظروف أحسن هجرة الحبشة هاجروا إلى بلد يطمئنون فيه على دينهم هجرة المدينة هاجروا إلى مدينة ذات نخل أرض ذات نخل بين حرتين حجارة صلبة وكانوا يشتكون أول العهد لما هاجروا إلى المدينة المنورة من حمى يسرب إذن ما خرجوا رفاهية ولا تنعما ولا جمعا لسروات ولا بحثا عن ظروف أفضل معيشية دنيوية أفضل ما الذي دعاكم إلى الخروج من مكة؟ الذي دعاكم إلى الخروج من مكة؟ هو شو؟ هو الفرار بالدين الفرار بالدين هو العقيدة أن تخرج إلى مكان تأمن فيه على نفسك ودينك ولذلك فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الآية بسورة آل عمران آخر صفحة بآل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك شايفهم بقوة الآن شايف عندهم بطش شايف عندهم أموال شايف عندهم نعم متاع قليل زائل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إذن أنت يا مؤمن اثبت على الحق اثبت على دين الله سبحانه ولك في رسول الله وصحابته قدوة وأسوة حسنة ذلك يقول الله سبحانه وتعالى الذين هاجروا في سبيل الله لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر النزلت الآية في بلال وصهيب وخباب وعمار وأبو جندل من الصحابة بمكة عذبهم المشركون بمكة عذبوهم فخرجوا إلى الحبشة وجعل الله لهم في المدينة مستقر لنبو أنهم مبوأ صدق في المدينة المنورة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين صلى الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم إذن الهجرة ترك ترك بلد إلى بلد ترك موطن إلى موطن ترك موطن إلى موطن فرارا بالدين ولذلك الآن بيدعينا نتحدث عن هذا الجانب من الهجرة النبوية وأسباب الهجرة وشروط الهجرة وأحكام الهجرة ما نراه اليوم ما نراه اليوم من الناس التي تخرج من بلادها من بلاد إسلامية لحاقا ببلاد غربية وربما رمت بنفسها إلى التهلكة بالتهلكة خرجت بزوارق بحرية طمعا بشو بدنيا خسرت الدنيا والآخرة إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي خرجت إلى مجتمعات تظنها أكثر حضارة فإذا هي مجتمعات تبيح الشذوذ الجنسي وتعتبر حرية شخصية خرجت إلى مجتمعات تظنها أكثر أمنا فإذا هي مجتمعات تبيح المساكنة والمصعبة للفتاة خرجت إلى مجتمعات تظن فيها الرفاهية هالأسباب اللي عم تخلي شبابنا يخرجوا الآن شو في أسباب غيرها الرفاهية فإذا هي مجتمعات تدعو إلى تفكيك الأسرة تفكيك الأسرة والبنت تكون عنده خليل وصاحب فوق 18 وتحت 18 والولد يتصل على الشرطة ليأتي بالشرطة لوالديه خرجوا من بلادهم فإذا بهم يذهبون إلى مجتمعات مادية ما في بعد ديني ولا في بعد أخلاقي ولا في بعد غيبي يؤمن ببعث بعد موت ولا في بعد روحي فإذا خرجوا من شقاء إلى شقاء خرجوا من شقاء إلى شقاء ذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار رحى تذهب من مادة إلى مادة من دنيا إلى دنيا من دنيا إلى دنيا يفرون من دنيا إلى دنيا تكون كحمار رحى شو حمار رحى يقطع مسافات ولكن يقطع مكانه ما أنجز شيء تعب تعب هدف خسيس وتعب أتعب نفسه وما فعل شيئا وما حصل شيئا وهكذا نحن في الدنيا إلا ما رحم ربي نعيش لنأكل ونأكل لنعيش ثم نعيش لنأكل ونأكل لنعيش وبعدنا مكانك سر مكانك راوح ولكن يقول لك ابن عطاء إرحل من لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار رحى ولكن إرحل من الكون إلى المكون سبحانه وتعالى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته الغاية الشرف ما السبب ما الهدف من هجرتك فروا بدينهم فروا بدينهم خرجوا فرارا بدينهم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هجرت الخلق طرًا في هواك هجرت الخلق طرًا في رضاك ويتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الدنيا فلو قطعتني في الحب إرابا فلو قطعتني في الحب إرابا لما حن الفؤاد إلى سواك أصلح حلاقتك مع الله أصلح حلاقتك ولذلك أبو العلماء في الهجرة نوعان هجرة صغرى وهجرة كبرى هجرة حقيقية وهجرة معنوية الهجرة الحقيقية الصغرى هي هجرة أجساد من بلد لبلد من أرض لأرض وهناك هجرة معنوية كبرى هجرة قلوب أن تهجر المعاصي أن تهجر السوق أن تهجر الغفلة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي في فتن قتل في فتن تبعدك شبهات تبعدك عن دينك تنسيك دينك القاعد فيها خير من شو؟ من القائم كل ما كنت أبعد عن الفتن كلما كان أسلم لدينك وعرضك القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به ويقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال ومواضع القطر القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن ولذلك هكذا كانت هجرة الأنبياء سيدنا لوط فقال إني مهاجر إلى ربي سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي سيهدين هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك هجرة عندك هجرة سعداء وعندك هجرة أشقياء هجرة السعداء من الدنيا إلى الله من الشهوات إلى الفضائل إلى تزكية النفس إلى الرضا هجرة سعداء وعندك هجرة أشقياء من الله إلى الدنيا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بعض الناس يفر من أماكن الشبهات يفر من أماكن المعاصي ففروا إلى الله وبعض الناس يفر من سماع كلمة الحق فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة شوف التشبيه كأنهم حمر مستنفرة الحمر وحشية مستنفرة نفرت من شو خافت فزعة من شو فزعت فرت من قصورة رأت أسد أمامه فخافت وفزعت وفرت من أمامه فكأنهم لما يرون محمدا صلى الله عليه وسلم ويفرون من أمامه صلى الله عليه وسلم كفرار الحمر الوحشية من الأسود بعض الناس تذكروا بالله عز وجل بدر لك أذنه ويولي عنك بيرجع بعد ذلك إن رآك مباشرة يولي عنك ما بد شيء يذكر بالله لا بد مكان يذكر بالله ولا أشخاص تذكر بالله ولا صوت يذكر بالله سبحانه وتعالى ولذلك قاموا على الحجاب وقاموا على الأذان وقاموا على المساجد وقاموا على الصالحين قاموا على كل ذلك لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من شهوات ولا موبقات ولا ظلومات هؤلاء هذه هجرة الأشقياء هجرة من الله إلى الدنيا هجرة من الله إلى الدنيا عباد الله النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه للمسلمين للصحابة أخرجوا إلى الحبشة متى قال لهم ذلك عندما لم يعد لهم مكان آمن في مكة فرارا بالدين يخرجون إلى أرض قريبة آمنة أرض صدق فيها ملكا لا يظلم عنده أحد عادل هذه المواصفات التي نريد أن نطلبها لشبابنا إذا خرجوا من بلادهم إذا خرجوا من بلادهم ملك لا يظلم عنده أحد تقول سيدة أم سلمة فنزلنا عنده بخير منزل أمنا على ديننا عنده ولم نؤذى عبدنا الله سبحانه وتعالى ولم نؤذى تقول إذن هذه البلاد التي تختارها أما اليوم تنزع الأولاد من أيدي آبائهم وأمهاتهم في تلك البلاد ليش لأنه ربما بس حسوا الولد رافت فكرة الشذوذ حسوا هذا الأمر ثم يخرج المسلمون إلى تلك البلاد ويعيشون بأولادهم في بين ظهراني أولئك القوم كيف تأمن على ولدك إذا أرسلته إلى مدرسة كيف تأمن على بنتك إذا أرسلته إلى المدرسة كيف وهي غائبة عن عينك ماذا يقال لها ماذا تسمع في المدرسة من صديقاتها أو من معلماتها ماذا تسمع كيف تأمن على أولادك قو أنفسكم وأهليكم نارا كيف يأمنون على أولادهم ما علي ما الدين الدين ما بيجي بالمنزل الأولى عنها شيء بعد عشر أو عشرين منزله بعد عشرين حساب ما جاي بالمنزل الأولى ولذلك معلم نصبر شوي شو عم تدفع من دينك عم تدفع من رأس مالك الأخروي من رأس مالك الأخروي من آخرتك لذلك هؤلاء الأولاد ربما أنت تمسكت بدينك ما الذي يدريك أن أولادك يتمسكون بدينك من بعدك كيف بأبناء الأبناء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إذن مسؤولية مسؤولية وإلى متى يبقون في تلك البلاد لا أم تنب يضلوا في تلك البلاد يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجعل البلاد لهذه مواصفاتها حتى يجعل الله لكم من أمركم فرجاء مش دائما بلدك أولى فيك بلدك أولى بمقدراتك أولى بهذه الكفاءات أولى بعواطفك أولى بقدراتك أولى بأموالك أولى بكل شيء ولذلك تحدث نفسك بالعودة إلى البلد تنوي الرجوع متى ما زالت الضرورة متى ما زالت الضرورة ينوي الرجوع ثم بعد ذلك مكسف في تلك البلاد شو عم يعمل هل حمل قضايا الإسلام في تلك البلاد؟ هل حملوا قضايا الإسلام في تلك البلاد؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة أرسل معهم عثمان ورقية بنت النبي صهره وأرسل معهم جعفر ابن أبي طالب ابن عم أرسل معهم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكونوا يشعروا بما يشعر به المسلمون المهاجرون أقرباء القائد من بمنأة عما يشعر به المسلمون ها وحدي الثانية حتى يكونوا دعاة وسفراء في تلك الأرض وذلك لما قريش جمعت أمر أنه تعود بالمسلمين إلى مكة وأرسلت الهدايا إلى النجاش وقالوا له إنهم يقولون في عيسى في المسيح كلاما تنكره فأرسل إليهم النجاش ماذا نقول؟ اجتمعوا كم نقول للنجاش؟ هو بقول إن المسيح إله ونحن نقول أنه عبد لله سبحانه وتعالى وأنه رسول الله سبحانه وتعالى فماذا نقول؟ فعزموا الصدق عزموا الصدق شؤلكم بالحبشان؟ ماذا تملكون في المبهم الكشي؟ بكلمة أخرجوا يخرجون بكلمة أخرجوا من أرضي يخرجون من أرضي بكلمة ربما أسلمهم لقريش يسلم مصير كل لقريش عزموا الصدق إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ كن مع الله ترى الله معك إذن أنت تعامل الله سبحانه وتعالى وقف سيدنا جعفر أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية عرض القضية كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنان ونسيء الجوار ويأكل قوي منا الضعيف نقطع الأرحام كله عرض الواقع الذي كانت تعيشه قريش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف شرفه ونسبه وحسبه وأمانته وصدقه وعفافه إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم شكوا أن كلام أبرع رسول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عرف من يختار عرف الأرض التي يختارها لأصحابه وعرف من يختار من أصحابه حتى يمثلوا الإسلام صلى الله عليه وسلم اليوم من من المسلمين اليوم في الغرب عم يعرض قضايا الإسلام قضايا بلادنا قضية القدس قضية الأقصى من يعرض قضايا الإسلام في تلك البلاد من يعرض الإسلام في تلك البلاد فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار فاتبعناه فاتبعناه فعدى علينا قومنا فعذبونا بكل اختصار بكل اختصار وتلا عليه مطلع سورة مريم فبكى النجاشي سبحان الله بسبات على الدين وصبرهم وتحملهم وصدقهم كانت البركة وكانت المنحة أسلم النجاشي أعظم ملك في تلك البلاد في تلك الوقت وصارت دعوة الإسلام عالمية وبفضل سباتهم دخل في دين الله عز وجل شخصيات ما كانت ربما لتدخل ايجوا هولي الشخصيات عم يتحدثوا عمر وحمزة شل دعاهم أن يصبتوا على هذه العقيدة لو لم تكن غالية لما فرطوا فيها هيك قالوا لأنفسهم إذن علموا غيرهم علموا غيرهم رضي الله عنهم بالثبات على العقيدة بالثبات على الدين بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالشام عليكم بسقن الشام فإن الله الله بالشام طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام إن الله تكفل لي بالشام ولذلك يا رسول الله خر لي بقول له أحد الصحابة وين بسكن آخر الزمن قال عليك بالشام عليك بالشام هذه أرض أرض مباركة وإذلك لا تخرج منها وإن خرجت منها يكون بهدفك وبنيتك وبسريرتك أن تعود إليها ولا تطيل الغيبة عنها ولا تطيل الغيبة عنها هذه الشام تكفل الله عز وجل بها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا الله ترجمة نانسي قنقر